هنحكي النهاردة قصة حب ملزقة قوي لا وكرياتيف ولا قصة فيلم غريب في بيتي كده ده حتى اسم الفيلم كرياتيف الحب في الفيلا فيلا بقى نشوف الفيلم ده بيقول ايه بيبدأ الفيلم بجولي اللي في نهار الحب بتستوي وده لانها ماشية مبدأ حب خلي الناس تحب غور للناس يحب وكانت قاعدة تحكي قصة رومي وجوليات اللي بنكتشف انها بتحكيها الاطفال في خمسة ابتدائية اصلا او طبعا الولادة عندهم ابرياء فما بيبقوش فاهمين هي بتقول ايه واول ما بتخلص الحكاية بيجروا على صندوق بياترس الازاز علشان يأكلوها وبياترس دي هي افعى رقطاء بتربيها جولي في الفصل عادي جدا وجولي بتبقى عايشة في ميني سوتا ولما بيرن جرس الحصة بيجروا الولاد برا الفصل وبتطلب من زميلها ان هو يأكل بياترس وهي في رحلتها وبتقول له انا سايب لك فار في الفريزر وستريبس صدور القطط علشان يأكلوا لبياترس فقال لها اشتق وبيعرفها بعدها ان هو مبسوط جدا لانها اخيرا هتروح تزور فيرونا وده لانها كانت بتخطط للرحلة دي من سنين وفيرونا دي المدينة اللي شهدت قصة حب روميو جولييت اللي كانت متأثرة بيها جدا ومتقطع شرينها بسببها وبيقول لها ان اكيد براندون حبيبك هيطلب ايدك في الرحلة دي فبتقول له يا ريت انا مش عارفة هو بقله فترة كده متغير معايا من غير سبب ليه وفي نفس اليوم بالليل بتقابل براندون وبتقول له براندوني الاموري انا عرفت افضل الاماكن السياحية اللي موجودة في فرونا وكمان طلبت من سيلفيو انه يحجز لنا فيها فبيقول لها مين الاستاذ سيلفيو ده فقالت له ان دي يبقى مدير ساكن هاوس اند هاوس اللي هي هتنزل فيه وبتعرفوا ان هما هينزلوا في الفيلا رومانتيكا والفيلا دي نفس بيته ام جولييت اللي جولييت كانت عيشة فيه وتخرط فيه ملوخية وبتقول له انها خليته يحجز لها في احسن 14 مطعم علشان يتغدوا ويتعشوا فيهم وبعدها بتوريله فايل وبتقول له انها حطت فيه كل الاماكن اللي هيزروها باليوم وبالساعة ولما بيقول لها طيب وليه خططت لكل حاجة ما تخلينا نرتجل يا ستي فبتوريله رسم بياني ومكتوب فيه انها سايبة نسبة 7% علشان يرتجلوا فيهم وهنا بيحس براندون ان هو عايز بنادول من الصداع والخنقة فبيقول لها لا انا علي بايه من المرار الطفح ده كله بص انت زي الفل بس انا اللي محتاج وقت عيد تفكير فيه في علاقتنا وطبعا الجملة المعتادة صدقيني المشكلة مش من عندك انا مش عايز اظلمك معايا فبتقول له انت جاي بعد 4 سنين بتقول له عيد تفكير في علاقتنا ليه بتدرس الدكتوراه وبتسيبه وتمشي بس برضو بتصمم انها تتبسط ومتعكرش مزاجها وقررت تسافر وبتأكد حجزها لايطاليا بس حظها ولا كأنه يوم 3 يوم 13 في الشهر مثلا المهم ليه بقى حظها جميل لانها لما بتروح المطار رحلتها بتتأخر والعصير اللي بتشربه بيتدرق على هدومها وبيكون فيه مطبط جوية وهي في الطيارة وشنطها بتتعطى لما بتوصلش المطار اصلا لكنها بتصمم ان ما فيش حاجة هتغير مودها وبتدخل تشتري سويتشرت جديد من محل الهدايا اللي في المطار واللي بيبقى مكتوب عليه ايطاليا للأحباب اللي هتعيشوا فيها من غير عذاب ولما بتطلع بعدها من المطار بتفضل تشاور للتاكسيات لكن مفيش حد بيقف لها ووقتها بتلاقي سواء تاكسي بيعرفها ان اسمه اوبرتو لأ مش نسبة لأوبر هو صدفة كده المهم بتقوله انها عايزة تروح لفيلة رومانتيكا ولما بتركم معي بيسوق بيها بسرعة رهيبة جدا لدرجة بتفضل تيصوت طول الطريق لأ ده حظ انا يوم السبت ده المهم لما بتوصل لفيلة رومانتيكا أول حاجة بتبص عليها هي البلكونة اللي كانت جولييت الصيعة بتوقف تكلم روميو منها من وراء أهلها وبعدها بتطلع للشقة اللي هي حاجزها واسلم لحد الشقة بيبقى مليان بالقطط وانا هنا تخضيت طبعا لما شفت القطط دي كلها المهم لما بتدخل للشقة اللي هي حاجزها بتلاقي أحمد الفيشاوي اللي انجليزي في وشها فبيصوتوا هما الاتنين وبتقولوا انت مين فبيقولها انت هابلة انت اللي داخل عندي فقالت في نفسها لأ ما تركزيش مع عضلاته دلوقتي وبتقولوا انها حاجز الفيلا دي لمدة أسبوع فقال لها ان اسمه تشارلي فيلتشر وبيفهمها ان هو اللي حاجز الشقة دي لمدة أسبوع فقالتلو يبقى اكيد حاجزك انت اللي غلط فقال لها وليه ما يكونش حاجزك انت اللي غلط مش فهم فبتطلب سيلفيو علشان تفهموا المشكلة بس بيرد عليها الأنسر ماشين فبتسيب له رسالة بتقوله فيها انها لقت واحد في شقتها وبيقول لها ان حاجزها غلط وبعدها بتنهي الاتصال وبتفهمت شارلي انها صحية بقالها 12 ساعة ونفسها تنام فبيقولها مش مشكلتي وبيطلو منها تمشي وهنا بتستخدم أقوى سلاح عند الأنثى وبتفضل تقول اه يا غلبانا يا جولي ياللي مفيش حد بينصفك يا جولي فبيقول لها بس على فكرة أنا بريطاني يعني بارد جدا وما بيفرقش معي حوار المشاعر والأحسيس دي خالص بس انت شكلك بائسة قوي وانا هوافق وبعدين هو ايه تيشرت العرة الملزق ده انت جايبه منين فقالت له حلمك علمك تقول كده على تيشرت إيطاليا للأحباب ايش فهمك انت ويالله بقى في نقط النوم علشان ننام فقال لها قوضة مين يام وقوضة نوم اترمي على الكنبة هنا لحد ما نشوفها نعمل ايه وبعدها بتروح فعلا تنام على الكنبة وتاني يوم لما بيفتح سيلفي وباب الشقة بتقع جولي على الارض فبيسأله هو بيرسل بقيلة اللي جايبها لهم في المطبخ انت ايه لم نايمك على الارض كده فبتحكي له الله حصل وبتقول له ازاي غلطة زي دي تحصل ده انا لو كنت أجرت في لوكاندة المندرة كان هيبقى فيه كاستمر شيرفيز احسن من كده وهنا بيقول لها انت حجزك صح وبيقول لت شارلي انت كمان حجزك صح وعلى فكرة انا كمان صح فقالوا له امه للمراري طفح ده جه منين فقال لهم الغلط جاي من مراتي وحبيبتي يعني مراتي هي اللي اكدت الحجز لتشارلي وحبيبتي هي اللي اكدت الحجز لجولي فبتضحك جولي وبتقول له لا احنا مناش دعوة بعكك ده هنعمل اي دلوقتي فبيقول لها بسيطة اتشاركوا الفيلا مع بعض وبعدها بيسيبهم وبيمشي ولما بتبصت جولي في جدول خروجاتها بعدها بتلاقي نفسها تأخرت فبتاخد معاها ملزمة الخروجات وبتنزل لساحة الفيلا وبتحاول انها تتصور مع تمثال جولييت لكن الدنيا بتبقى زحمة جدا وكل الصور بتطلع مهزوزة ولما بتجري علشان تحصل لأوتوبيس ما بتلحقهوش وملزمة الرحلات بتقع منها وبيعدي من جنبها ناس تقيقة موتوسيكلات فبتحاول انها تحمي نفسها منهم علشان محدش يخبطها وبعدها بتلاقي جدول الرحلة بتاعها تقطع فبتفضل تسوت وبتقول ماشي وبترميه في الباسكت والمهم انها لستا مكملة رحلتها عادي لان اهم حاجة عندها التمسك بالانجويينج حتى لو كانت الرحلة انويينج المهم لما بترجع للفيلا بيكون الجو حر جدا فبتحاول تشغل التكيف لكن تشارلي بيقول لها ان التكيف عطلان فبتحاول تشغل المروحة ووقتها بيتلاقيها هي كمان عطلانة فقالت له لأ ياريتني كنت طلعت جمصة احسن مش معقول فبتروح تفتح الشباك وهنا بيصرخ تشارلي لان عدد كبير جدا من القطط بيدخل من الشباك وهو عنده حساسية من القطط فبتشلهم جولي وبتخرجهم من الشباك وهو بياخد دول حساسية بتاعه وبعدها بتعتذرله وفي نفس اليوم بالليل بتكلم زميلها وبتحكيله على كل حاجة فبيقول لها ما تطفيش يا بنتي ولما بتسأله ازاي بيقول لها مش عيب عليك تسألي السؤال ده ده انت عندي قدرة خارقة انك تطفيش اي راجل ولما بيسألها وهو بيأكل التعبان بتاعها الفاري الفروزن ده هو تشارلي ده حلو فقالت له لا حلو ولا نيلة وبعدين حتى لو حلو قد تقيمني الحلوين يا خوية بس هو طوله 3 متر وعنده سيكس باكس بس انت عارف انا ما يشغلنيش الحاجات دي خالص فقال لها بلقم كده طب ايه فقالت له لا انسى ده ده مواقف يخربت سمكته فبيقول لها تمام يبقى استدعي روح جولي الشريرة وطفيشي وبيطلوا منها تدور على نوقة ضعف وتلعب عليها فقالت له لا مش للدرجات دي يعني فقعد يشعللها ويقول لها انت قمي منه ومن كل الرجالة اللي خزوا قيتك في حياتك يا مهزقة وهنا بتجيلها فكرة مجنونة وتاني يوم بتروح تشتري قفص داتون اخضر ولما بترجع الفيلا بترسه على جسمه وسرير تشارلي وبتفتح الشباك للقطط وطبعا وشة شارلي بيورم وبيضرب ألوان ولما بيفتح حينيه وبيشوف قطة قدامه بيفضل يصوت وسطه بيجيب آخر إيطاليا ولما بيخرج من قطة بعدها بيكون وشه مورم وداهن كريم وحالته حالة فبيقول لها انت فاكرة اني كده هطفشيني اوعد كني فاكرة اني تأثرت بالبزابيس دي خالص مش كم قطة اللي هتخلينا هرب من هنا فقالت له كم قطة دول كانوا عشرين يا ابني فقال لها بس تموت وعرف انت لم تيهم علي كده ازاي فبتقول له حطيت جنبك زاتون أخضر بسيطة أصل القطط بيتموت كده في الزاتون الأخضر فبيقول لها تمام كده انت اللي بدأت الحرب ابقي قابليني بقى وما تعيطيش فبتقول له هتأخرك ولما بيطلع من الشقة بيقابل عامل المطار وهو جيب لها شنطها فبيقول له سكت مش تلعت مجنونة يا عيني وعندها حالة نفسية وهي دلوقتي في السراية الصفرة ووسط انها تتبرع بكل هدومها للأيتام فالرجل ما بيصدق وبياخد شنطها وبيمشي ولما شنطها بتتأخر بتتصل بالمطار فبيقول لها ان في حد قال لمندوب التوصيل انها دخلت مستشفى الأمراض العقلية وطلبت التبرع بملابسها للأيتام وهنا بتقرر جولي انها تنتقم من شارلي تاني فبتسد كلون الباب مرطب الشفايف وبتخلي سيلفي ويغير الكلون وبعدها بتنزل تشتري فستان جديد ولما بيرجع شارلي البيت ما بيعرفش يفتح الباب فبيفتح الشباك اللي في الممر وبينط على بلكونة الشقة اللي في شارع شبرة بتاع إيطاليا لكن بدل ما بينط جوه البلكونة بيتعلق في الصور وهنا جولي بتصوره وبعدها بتتصل بالشرطة على أساس انه حرامي وغتينا يا حكومة وكده يعني ولما الشرطة بتوصل بيهددوه بالمسدسات فبيقول لهم ايه وطدربوه انا بريطاني وممكن اوديكو في داهية وهما فعلا ما بيدربوش نار بس بيحبسوه في الاسم عادي جدا مع علي علوكة وأشرف كخة وبيطلع تاني يوم ولعسكر بيتريقه عليه وبيقولوله هو اي عيل طاري هنمسكه هيقولين ان هو بريطاني المهم بيرجع للشقة وبيكلم جولي من منتهى الهدوء الذي يسبق العصيفة وبيقول لها ولا هسيب شقتي علشان القطط ولا عشان اتسجنت مع علي علوكة وأشرف كخة فريحي نفسك وتصبحي على خير يا أمر وبيدخل ينام فبتعد تفكر اعمل في ايه ده اقتله واخلص منه ولا ايه وتاني يوم لما بتنزل لساحة الفيلا بتلاقي الستات بيقولولها خليكي قوية معلشي حبيبتي منزعريش نفسك انت احسن منه وهي بتبص لهم اللي هو امالكو يا جدعان انتو تجنينتو وبعدها بتكتشف ان شارلي علق صفحات من مذكراتها على جدار جولييت وهو جدار للاحبة لقلوبهم مكسورة وكده يعني وطبعا المذكرات بيبقى مكتوب فيها ايه اللي حصل لها مع برندون فبترجع للبيت وبتتخانق معاه لكنه بيقول لها واحدة بواحدة فقالت له بس ما وصلتش للدرجات يا تشارلز يا اخي مش معقول فقال لها بصراحة معاك حق بس انت اللي استفزتيني وبعدها بيعتذر لها وبيعزمها على عشا عمله بيديه فبتقبل دعوته وبالليل بتدخل جولي لابسة فستان شيك جدا فبيتنح وبيقول ايه ده ايه ده ايه ده في ايه حلوة ليه كده ولما بيعودوا يتعشوا فبيعرفها انه عمل لها الطبق اللي ايطاليا مشهورة بيه فبتاكل منه وبيعجبها وبتقوله انه طعمه حلو جدا فبيقول لها انه معمول من لحم الخيول وهنا بترجع وبتقوله هاريس يعني انت اكلتني حصان دلوقتي وبتحدفه بالطبق وبيفضلوا هما الاتنين يحدفوا بعض بالاطباق اللي على الصفرة وطبق منهم بيكسر الشباك فالجيران بتقلب لهم الشرطة فبيروح لهم الضابط وبيفهمهم انه هما لو عملوا حاجة تاني لا هيهموا انها امريكية ولا هيهموا انه بريطاني وهيحبسهم ولما الضابط بيمشي بيعتذر لها تشارلي وبيعرفها ان الطبق ما كانش فيه لحم خيل ولا حاجة وانه هو اشتغلها لانه طبعا كان عايز يستفزها فبتضحك وبعدها بيصهروا مع بعض في البلكونة وكل واحد منهم بيتكلم عن حياته وبيعرفوا انه هما الاثنين شبه بعض وجولي بتقوله انه رومانسي لانه زي ما حكى ليها انه زار ايطاليا ست مرات علشان شغله وفي كل مرة كان بينزل في فيلا رومانتيك فبيقولها انه لا رومانسي ولا نيلة انا كنت منزل فيه بس علشان قريب من مكان شغلي يعني فقالت له يا ولا طبع على فكرة بقى انا سألت على مكان شغلك وعرفت انه بعيد قوي عن هنا وبعدها واحد صاحبة شارلي بيتصل به وبيعرفوا انه ساب الفندق ورجع بريطانيا فبيقولها انه لأ مكان تاني يباد فيه لانه هو كان فيه ازمة في السكن عندهم يعني ساعتها ووقتها بيبان عليهم هما الاثنين انهما تداقوا وبينزلوا يتمشوا وبيزوروا تمثال جوليات وبترمي جولي في النفورة اللي تحتها عملة معدنية بعد ما بتتمنى امنية وبعدها بيروحوا عند تمثال جوليات اللي تحت شقتهم وبيمسكوا التمثال وكل واحد فيهم بيتمنى امنية ايه المدينة اللي كلها تمثيل جوليات دي مش فاهمة يعني المهم المرة دي بيبيت تشارلي على الكنبة ووقتها هما الاتنين بيفضلوا يفكروا في بعض وقتاني يوم الصبح بتسحى جولي قبله وبتنظف البيت وبتشتري الفطار وبعدها بتصحيه وبينزلوا يتفسحه مع بعض وفي نفس اليوم بالليل بياخدها معاه وبيروحوا لحفلة واحد من العمل في شركة تشارلي ولما بيرقصه مع بعض بتحول جولي انها تقوله وديو لوف مي فما بيرضاش يقولها دوي وديو وبيعتذر لها فبتقوله ما تعتذرش يا اخوي انا اللي مهزقة عايز يعني وبعدها بيرجعوا للبيت فبيلاقوا هناك كاسي خطيبة تشارلي فبتباني الصدمة على جولي ولما كاسي بتسأل تشارلي مين دي فبيقولها انها شركته في السكن لكنه بيعرفها ان هما هيتنقلوا للفندق فبتقوله كويس جدا لان المكان هنا مش ستايل خالص وبعدها بيروحوا هما اللي اتنقل للفندق وتاني يوم الصبح لما باب البلا بيخبط بتفتكر جولي انه هو تشارلي لكنها بتتفاجئ انه براندون اللي طبعا لازم يرجع لحبيبته بعد ما بتتعلق بواحد تاني معروفة ولما بتسأله ايه اللي جابك بيعرفها انه حس انه في حاجة نقصة في حياته وانه امه واخته بيحبوها وطبعا دي علاقة اهم من علاقتهم هما اللي اتنين اصلا ولما بتسأله طب وانت بيقول لها ما نجيت لك اهو عايز ايه تاني وبالليل بيروحوا يتعشوا في مطعم فبيتفاجئوا بتشارلي وكاسي هناك ولما ما بيلاقوش ترابيزات فاضية بتعزمهم كاسي عودوا معاهم وتشارلي وجولي بيبقوا قاعدين مش طيئين نفسهم اصلا وبتفضل جولي تشكر في براندون وبتقول لهم انه محامي ولعيب كورا اما براندون فبيبقى مبهور اصلا بكاسي وبيقول لها اكيد انت موديل فبتقول له ايوة طبعا وشطرة جدا كمان واول ما بيخلصوا العشا براندون بياخد جولي وبيمشي ولما بيوصلوا لاسلاحة لقدام الفيلا وتحديدا قدام تمثال جولييت بيعرض عليها الجواز وفي نفس الوقت في المطعم بيحس تشارلي انه ما بقاش قادر يكمل مع كاسي فبيقول لها انه عايز ينفصل عنها فبتقول له ميلو يا حبيبي نفصل بس على شرط انا هقول للناس كلها انه اللي سابتك علشان ما يبقى الشكل مهزأة يعني فبيقول لها ماشي وهنا بترجع له خاتم الخطوبة فبياخده وبيجري على جولي ولما بيلاقي قطط في الشارع بيعدي جارية بينهم علشان مش نقصة يورهم دلوقت يعني ولما بيوصل للفيلا بيلاقي براندون بيعرض على جولي الجواز وبيقدم لها الخاتم فبيمشي من غير ما يكلمها وبعد ما بيمشي بترفض جولي الجواز من براندون وبترجع له الخاتم اللي لبسه لها وتاني يوم الصبح بيقابل براندون كاسي بالصدفة وكل واحد منهم بيعرف التاني انه انفصل فبيعود على الكافية مع بعض وتقريبا بيتم ايجاد العوض بنجاح يعني وفي نفس الوقت بتحضر جولي نفسها علشان تسافر فبتسمع تشارلي وهو بيقول لها جزء من حوار رومي وجولييت فبتنزله وبتقوله ايه اللي رجعك فبيقول لها انه بيحبها وبيفهمها انه شاف براندون هو بيعرض عليها الجواز مبارح وبيعرفها انها لو ثابته هتبقى نهايتهم مأساة زي نهاية قصة حب رومي وجولييت فبتقوله لا يا حبيبي وعلى ايه انا اصلا ما وفقتش على براندون لانه مش شبهي انما انت يا عسل لأ بقول لك ايه دو يو لوف مي فبيقول لها دو يو دو يو والفيلم بيخلص والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بها من ام الماول البابي المسخسخ ده روح الاستمثار اللي الكراش بيقجر منه الشقة اللي بيصيف فيها لأ مش هيقجر لك نفس الشقة بقى عيب الشقة اللي قصدها ورغي رغي بقى في الطلعة وفي النزلة وكرع كرع عشط وفي البلكونة وفي كل حتة ومفاجآت بقى حل تمعشي حتة تيني ستريبس لحد ما يحس ان بعد الاسبوع ده انك بقيت جزء لا يتجزق من يومه فهيضطر يحبك وشكني فندم لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك